بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله في الدرس الأول من الوحدة الثانية في هذا الدرس سوف نتعرف على دور الحاسب في قطاعات المجتمع تطور الحاسب الآلي وأجيال يلعب الحاسب دور كبير في مجالات تعديدة ويسهم في تطور المنظومة الاقتصادية للدول وهذا التطور يشمل زيادة ونمو الاقتصادية الوطنية رفع الانتاجية تطوير أداء القطاع الخاص وكذلك الجهات الحكومية يقدم خدمة أفضل للمواطنين يزيد من درجة المعرفة والتعليم بين مختلف شرائح المجتمع كذلك يحقق تنمية شاملة ومستدامة تشمل جوانب عديدة من ضمنها الجانب العلمي الثقافي والاقتصادي وغيرها يصعب حصر مجالات استخدام الحاسب في مجالات محددة هنا نشير إلى بعض هذه الاستخدامات ومنها مجال التعليم مجال الصحافة مجال الإحصاء مجال البنوك مجال الصناعة والطيران التجارة والصحة الالعاب الترفيهية الاتصالات والشبكات الكطاع الزراعي والعسكري الأمني وأخيرا الاتصالات والإنترنت مر الحاسب الآلي مراحل تطور مختلفة ومنها ارتباط الوثيق بالعمليات الرياضية والحسابية وهنا أهم هذه المراحل في العام الف وتسعمائة الف وستمائة الف وستمائة واثنين وعين تم إنشاء أول حاسبة إكترونية على يد العالم باسكال وتقوم فقط بعمليات الجمع والطرح تم تطويرها في العام الف ستمائة واربعة وتسعين لتشمل الضرب والقسمة في العام الف وثمانمائة واثنين وعشرين تم إنشاء أول حاسبة تلقائية أول حاسبة أوتوماتيكية متكاملة هي آلة مارك في العام الف وتسعمائة واربع وعين شهد العام الف وتسعمائة وستة واربعين إنشاء أو ابتكار أول حاسب إلكتروني متكامل يجري العمليات الحسابية وتم إطلاق اسم أينك عليه طبعا من قام به هو فريق عمل من ضمنهم العالم فيون نيومان يحتوي هذا الحاسب على 19 ألف صمام إلكتروني يزن 30 طن ويحتل مساحة 1500 قدم مربع كما تشاهدون هذه صورة للحاسب أينك في العام الف وتسعمائة وستة وخمسين ظهرت عملاقة الحاسبات آي بي ام وتم إنشاء أول لغة برمجة تسمى فورترين في العام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين هنا نستطيع تكسيم الحاسبات بعد الجيل السابق إلى جيل حسب التطور الذي درى وداره على الدوائر الإلكترونية ولا سي الجيل الأول من 45 إلى 54 هذا الجيل مبني على ما يسمى بالصمات المفررة تم استخدام التعليمات البرمجية وتم تخزينها داخليا داخل هذا الجهاز في الجيل الثاني من 45 إلى 54 ظهرت ترانزيستور استخدمت الذواكر ظهرت أول لغة لغة كوبول الجيل الثالث من 66 إلى 73 شهد الظهور الدوائر المتكاملة التي تمتاز بسرعة التخزين وأصبح الحاسب متاح لعدد أكبر من المستخدمين الجيل الرابع الأخير وهو الجيل الحالي من العام 74 إلى الوقت الحالي تم ظهور ما يسمى بالماكرو بروسسر أو المعالجات الصغيرة بالإضافة إلى وجود الدوائر المتكاملة الكبيرة شكرا لكم وألتقيكم في الدرس التالي